كخطوة أولى على طريق تحقيق المصالحة بعد سنوات طويلة من الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة انتهت أعمال الحوار الفلسطيني في القاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة في أجواء اتسمت بالإيجابية والتصميم على الخروج بنتائج تحاقق طموحات الشعب الفلسطيني برعاية مصرية كريمة أصفرت الاجتماعات عن الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس التشريعي والالتزام بالجدول الزمنية الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية الرئاسية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق مع قضات من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومن أجل إنهاء الانقسام البغيد ووقف حالة التيه الفلسطينية شهد اجتماع القاهرة تأكيد على دعم الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها وعدم إضاعة هذه الفرصة وصولا لبناء نظام سياسي على أسس صحيحة ووحدوية البيان الختمي لاجتماعات الحوار الفلسطيني طالب بإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات النزيهة وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات كما شدد على معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبه الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية كما أكد المجتمعون أن هذا الاتفاق يعد تطورا محوريا في عملية المصالحة وخطوة إيجابية نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطينية مؤكدين أنها لم تكن لتدمة إلا بدعم ورعاية جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية وتقديرا للجهود المباركة وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بفتح منفذ رفحة البرية في إطار سعي مصر لتحسين الأوضاع في غزة وأمر عاطم صالح الشعب الفلسطيني الشقيق